يلا بينا الاهلي وسراميكا كليوباترا ليه الاهلي النهاردة ظهر بشكل سيد دفاعين والهجوبين نبدأ بدفاعين طيب في صورتين برضو أخدهم برينت سكرين علشان الناس تشوفهم والصورة دي يعني ان شاء الله بعد الهوى صورك كده وبعتها المستر كولر يتفرج عليها لأن هما دول صورتين دول أي مصيبة بتحصل في الاهلي بسبب صورتين دول أي حاجة بتحصل بسبب الوقفتين دول أي حاجة بتحصل دفاعيا عكم دفاعي عكم هجومي مشاكل عدم ترحيل بصة كاري فيه هنا فيه شادو فوق بس فيه العيب من الاهلي فوق عديلي كده كم العيب بعرض الملعب على الخط واحد اثنين ثلاثة اربعة وفي واحد مش طلع معان كم العيب خمسة الاهلي بلعب اربعة واحد خمسة فيش حد بلعب كده في الدنيا انت عام بتلعب بخطين انسى الواحد اللي في النص ده لانه بيعملش حاجة دايما فيه العيب بيطلع معاه في كل المباراة لعيب واحد بيطلع معاه فانت بتتكلم على الاهلي كأنه اختزل خطوطه اختياريا لخطين بدل ثلاثة فالاهلي بيراب اربعة في الخط الخلفي واحد وبعدين خمسة ليه رافع خمسة فوق هتحضر ازاي ما انت كده بتخلق للمنافس هي حاجة واحد بص هنا الثلاثة نزلوا اللعيب زهر اهو هناك على الخط برضو وفي العيب هنا فأسفل السورة ما ازاي برضو اربعة واحد خمسة هتطلع ازاي يعني انت هتطلع ازاي طب لما ديجي الدافع لو انت رفع الخط الاولاني اللي فيه خمس لعيب عشان ناس تبقى معانا اللعيبة الخمس لعيب تقول اهلي اللي في اخر نص الملعب دول لو انت اللعبة دي بتضغط من فوق بقى بتضغط من اول ملعب خالص اللعيبة دي هترجع ترفدي امتر والكرة قطعت وما نجحوش عمله الضغط طيب تعالى بص هنا كل مصايب الاهل الدفاعية وارتداده وسيطرة تراميكا عالكرة التانية كان بسبب المساحة الكبيرة ما بين الخط الاولاني الدفاع والخط الاخيري الهجوم يلا اه دي خروج وقف غلط اربعة لعيبة بص اربعة ومعام واحد اربعة ومعام واحد بقيت اللعبة ببص الخط واقف فين الكرة هتستمر واللعيب هيعدي وفيه اربعة فوق فيه مرهمش علاقة باللعب والتانية والكرة ترتد والتانية والتالتة والهجمة والعيب يطلع على التمنتاشر علشان انت اختياريا اخترت انك تفصل فرقتك تماما اخترت ان انت تقلل خطوطك خط فلما تقلل خطوطك خط انت لازم تقف وتفكر انا بعمل كده ليه يعني بعمل كده علشان انا لعب لعب مباشر انا على العيبة المفروض فرديا في التدرج بالكرة وفي حالات اللعب عندي افضل والكواليتي موجودة في مصر طيب انا بعمل كده اختياريا ليه روح لبقى بص بص سكري الارتداد اربعة على اربعة بص الارتداد ارتداد كارسي واحد اتنين تلاتة اربعة من سراميكا ودي هجمة بالمناسبة مكنتش مرتدة هي هجمة الاهلي فقد الكرة ولعب سراميكا عملوا تحول سريع مش هجمة مرتدة اربعة على اربعة روح وديها شالها طبعا دي كايب بعد الجول مباشرة شالها مصطفى شوبيل اللي بعده هات اللي بعده على طول هات الحالة اللي بعدها على طول نفس الازمة الكرة التانية بسبب الارتداد اللي فيه مشكلة اللي فيه ازمة كبيرة سواء في العمق او على الاطراف وبعد شوية لما ليجي بال الحالات اللي جميعين عارفها تروح عايز تروح لهم بص هنا يا كريم نفس القص اللعيبة قريبة جدا يعتبر فينا الخط واحد بص واحد بيدرب تلات لعيبة بفيش مشكلة سواء طولي او عرضي اللي عيب بيستلم زلاكة بيعدي من واحد واثنين بدون ادنى مشكلة بيحطها الاسلام عيسى بيعدي وبيفنت وبيحطها بيشمله فوق العرضة بدون ادنى مشكلة نفس القصة تحيب عملا بتجري ورا الكرة بتحلق ليه؟ لان انت فاصل الخطوط تماما اختياريا عن بعض الكرة دي كراريت مرة واثنين ماشي ماشي اللي عبق على صوريات كراريت مرة واثنين وتلاتة واربعة سواء من زلاكة او من اسلام عيسى او من كل اللعبات او كندوسي اللي قدم مباراة كبيرة جدا النهاردة فانت ده مش جرس انصار دي مصيبة سودة انت بتتكلم عن الاهلي عنده كارثة كولر مصمم عليها ومصمم يلعبها وبيلعب بالعب عشان ترفزوا الفكرة دي وكل اللعبها مش قادرة تعمل ده رفعت امام عشور فوق رفعت افشة فوق مع المهاجم مع الجناحين